السلام عليكم شباب بهذا الدرس هو من الحق بالدرس السابق الدرس الرابع والخامس سيتم شرح كيف اغير الايقونة هذه الايقونة هذه اغيره الى صورة معبرة بحيث تمثل يعني تكون معبرة على النظام الذي تم محاكاته كيف اغيره من الايقونة entity من الايقونة entity الموجودة في البروجيكت بار basic process entity نضغط عليه ضغطة click left نذهب الى هنا entity type ما هو entity type هذا entity type الذي عرفناه بالكريات customer arrival قلنا انه يتم التعامل معه برمجيا انتتين customer arrival تم ربطه برمجيا الان اشتغير الايقونة من الايقونة initial باكتشار الصورة الصورة الابتدائية ايش صورة نضغط باكتشار هنا من تطبيقنا customer اكيد بيكون person لو قلت ترى customer man يعني الزبون قد يكون رجل فقط بس نقله person يكون رجل مرأة عقوز طيفل اي حاجة الان نضغط run نسلو ايش بيحصل تغير تشوف الايقونة تغير الى رجل هنا تغير الى رجل ثاني person وهذا تغير woman وهكذا وبهذا يكون تهينة من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته